خرج عصام الشرعي المدرب السابق للمنتخب المغربي الأولمبي عن صمته لأول مرة منذ صدور قرار رحيله وتعويده بالمدرب الوطني طارق الساتيوي ونشر عصام الشرعي تدوينة على حساب الشخصي في منصة اكس يتقدم فيها بالشكر الجزيل لرئيس الجامعة فوزي لقجع على الثقة التي وضعها فيه والتي تكللت بتحقيق التأهل إلى الألعاب الأولمبية لأول مرة منذ وكذا تحقيق كأس أمم إفريقيا لأقل من ثالثة واو عشرين سنة وقال عصام الشرعي في تدوينته أيضا أعرب عن خالص الشكر لتاقمي التقني المساعد ولعبين الاستثنائيين والأطر الطبية والإدارية الذين رافقوني في هذه المرحلة تحت قيادة كاريس فانين بويفيلد بصفته مديرا تقنيا وأعرب أيضا عن امتناني للتوجيه والقيادة المقدمة والتي كانت ضرورية لتشكيل استراتيجيتنا ونهجنا ترجمة نانسي قنقر